اي وحدة كتعاني من المشكلة ديال تحت الابطين فهاد الوصفة اللي غد نشارك معاكم اليومة غد تهنيكم نهائيا ملك حولة تحت الابطين او بين الفاخدة انتبعوا معي الفيديو تلاخر بشار في مكونات وطريقة تحضر نبدو الطريقة على بركتي لا اول حاجة غنحتاج والبنات الجيلاتين كما كتشوف معايا ضروري فهاد الوصفة تستعمل والبنات الجيلاتين سنقطع الطريفات الصغار كما كتشوفوا وكيف ما قلت لكم في اللوود هذا الفيديو هذه الوصفة ممتازة ستهنيكم البنات نهائيا وعن تجربة الغزالة ستهنيكم نهائيا من المشكلة ديال كحولة تحت الابطين او بين الفاخدين سنزيد الججمع لكبار ديال الماء مغلية البنات ماء مغلة ضروري ما يكون شي بارد كما كتشوفوا معايا لولا وغادي نزيد الثانية وغا نخلط مزيان حتى الدب للجيلاتين وغا نزيد الثانية وغا نزيد الثانية كبيرة ديال القهوة والفوائد ديال القهوة ممتازة البنات وسبق لي هضعت لكم على الفوائد القهوة في فيديوهات سابقة شاركت معاكم بزب ديال ماسكات ديال القهوة وغا نخلط القهوة مع الجيلاتين مزيانة البنات كما كتشوفوا هاد الوصفة غزاء للبنات غا تهنيكم نهائيين من هاد المشكلة انا هنجتني نقص شوية ديال الماء فغا نزيد واحد المعلقة كبيرة لذا بغا تصبح تلعتاد المعلقة تكبار ديال الماء مع الجيلاتين ومعلقة كبيرة ديال القهوة غا نخلط المكونات مزيان مع بعطيتهم وهاد الوصفة البنات عندي معتمدة يعني غا تهنيكمه بالتأكيد وانا كنأكد على الكلام ديالي دابا غا دي نزيد واحد المكعب ديال الجبن كيري وجبن كيري كيساعد في تبيض المناطق يعني سواء في الواجه ولا تحت الابطين كيساعد في تفتيح اللون ديال البشرة غا دي نزيد معلقة كبيرة ديال ياغورت طبيعي وغا نخلط مكونات ديالي كاملة مع بعطيتك كيف ما غا دي تشوفوا معايا كانتوا مغزالات كانت منى كانت منى تجربوا هاد الوصفة غزالة غزالة غا تهنيكم البنات نهائيا من المشكلة ديال الكحولة تحت الابطين اولى بين الفخيدين وصفة يعني المياه في المياه فعالة وناشحة البنات هنا البنات دخلت هاد المكونات من الميكرووندا يعني واحد الـ 15 عشرين ثانية وانتم البنات اللي ما عندوش ميكرووندا يعملها غفة يعني في حمام مائي حتى ترجعلي هاد شكل هاكدا يعني سائي لكيف ما كتشوفوا هنا البنات غنطبق هاد الوصفة على الإيديالي كيف ما غادي تشوفوا معايا وهاد الوصفة البنات ما كتسيحش يعني ماشي غادي تمامنا وتخافوا وتخافوا انها تهرق لكم ولا تسيح ولا لعب بالعكس كتبقى تابتها انتم ما غادي تشوفوا معايا غادي انبهال الإيديالي كامل كيف ما غا تشوفوا وبالنسبة هاد الوصفة يمكنكم تستعملوها يعني كل مرة يعني مشيتوا الحمام ولا دوشته غادي تستعملوا هاد الوصفة هالي من بعد ثلاثة أربعة الخطرات غايبا فرق كبير كبير بزافة البنات هانتم ما كتشوفوا معايا يعني ما كتسيحش يعني ما كتبقاش تسيح من الجناب ولا شي حاجة كتبقى تابتها وهنا غادي نخلي هالبنات عشرة دقايق على الإيديالي ونعود نرجع معاكم هان البنات رجحت معاكم بعد مدازة عشرة دقايق كما كتشوفوا ما كتخليوا هاش حتاتي بس البنات غيش شوية عشرة دقايق يعني اتناش دقيقة صافي يعني تكتشرب البشرة كتشرب ذاك المواد اللي كينا في هاد الوصفة وغادي الغزالات تبدأوا تفركوا بحال هاكدا كما كتشوفوا معايا غادي تفركوا تحت الإيبطين ولا بين الفخيدين يعني في الماكان انت عندكم الكحولة ولا في العنق ولا في الرقبة او لا في الغومرة البنات يعني اي بلاسة عندكم فيها الكحولية غادي تستعملوا هاد الوصفة وكيف ما قدكم هاتخليوا هاشي بززاف يعني عشرة دقايق حسن 12 دقيقة ومن بعد غا تفركوا بها الطريقة هادي وصفة الغزالات مضمونة وفعالة الغزالات ديالي ان شاء الله غادي تعجبكم هالنتيجة البنات كما كتشوفوا يعني كيبان فرق كبير كتبقى البشرة بيتة بزاف اه رطبة يعني وصفة غزالة هنا البنات غادي نعمل طالك يعني البولبو ديال الدرالي الصغر ضاروري يا البنات ما غادي تستعملوا بنفس الطريقة كيف ما وريدكم يعني فاش كتعملوا الوصفة وكتفركوها كيف ما وريدكم كتخصلوا ذاك البلاسة بالماء ومن بعد كتنشفوها وكتعملوا طالك طالك البنات وخط خليوا ما عندو تشي يعني ما عندو تشي اضرار يعني دراري الصغر كنعملو هنا العيه الصغر فما تخافوش منه انه يضرركم ولا شي حاجة بالعكس عادي وكيزيد يساعد في تفتيح اللون ديال البشرة غزالات يعني وصفة غزالة مجربة فعالة مضمونة نتمنى هاد الوصفة تجربوها انا متأكدة غادي تنال اعجاب ديالكم وغادي تلقاوا عليها يعني دكش اللي بغيتوه غا تلقاوا في هاد الوصفة اي واحدة كتحشمت علي يدها عندك حلية في الغمرة فهاد الوصفة غادي تهنيكم نهائيا من هاد المشكل هنا هنا زيت كريمة دهنت كريمة على يدي وهادي يعني حاجة اختياري بغيتو الدهنو كريمة دهنو هم بغيتوش يسافي كتافي وغير ببطالك كنتمنى هاد الفيديو ديال يومين الاعجاب ديالكم وما تنسوش يغزالة دموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس نتلقوا ان شاء الله يربي في فيديو جديد اشتركوا في القناة